جاء الرد الإيراني في ليلة ترقبها الخصوم كثيرا وحذر منها الجميع لبداية حرب شاملة بالشرق الأوسط ولكن ما بدى في الساعات الماضية أن الرد كان محدودا بالعرف العسكري ضربت إسرائيل بعد تحديدات طويلة بمسيارات وصوخة قادمة من طهران عبر سوريا والأردن هجوم بدأ في ساعات متأخرة من الليل أشعل المنطقة وشل حركتها حتى مطلع فجر الأحد ولم تغب الساحات السورية عن تداعيات هذا الهجوم حيث كان للقواعد الأمريكية دور رئيسي في إحباط الهجوم وهذا ما أعلن عنه مسؤولون في استخبارات غربية لوكالة رويترز بأن معظم الطائرات والصواريخ الإيرانية التي حلقت فوق سوريا أسقطها الجيشان الإسرائيلي والأمريكي وخصوصا في المنطقة الحدودية مع الأردن مصادر ميدانية ذكرت أن الأهالي عثروا على قطع من المسيارات المحطمة سقطت على مناطق سكنية في الشريط الحدودي مع الأردن هذا وسمعت أصوات انفجارات في دمشق والسويداء وشرق سوريا ناتجة عن إسقاط مسيارات إيرانية ولم تغب أجواء العاصمة دمشق عن ذلك الحدث الذي اختلطت وتضاربت فيه الروايات ما بين هجوم إسرائيلي على مواقع عسكرية أو كانت جزءا من التصدي للمسيارات الإيرانية والجولان السوري المحتل كذلك كان يتلقى سوريخ تطلق عليه من جنوب لبنان تسير الأمور لما بعد الضربة إلى يعادة تموضع وتغير في التكتيكات معلومات لصحيفة العرب الجديد أشارت إلى أن الميليشيات الإيرانية التي تأخذ من مدن البوكمال والميادين والبادية السورية مراقز رئيسية أخلت مقارها ونقلت قواتها إلى مناطق أخرى ومن الممكن أن تتطور الضربات أكثر مع تغلغل الإيرانيين بشكل كبير في المناطق السورية التي بدأ فيها فتير المواجهة الأخيرة